وبشأن أزمة الثقة بين إيران والغرب وحديث التلفزيون الإيراني عن اعتقال السلطات دبلوماسيين بينهم بريطاني بتهمة تجسس ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي أهلا بك سيد محمد بالبداية التلفزيون الإيراني يعلن عن اعتقال دبلوماسيين بينهم بريطاني بتهمة تجسس والخارجية البريطانية تنفي كيف تقرأ هذا التضارب في الأنباء تفضل في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام طبعا أنا لا أرى أنه يوجد تضاربا لأنه إن تم اعتقال دبلوماسي سيجب أن يتم الإعلان على لسان السلطة الغضائية أو الشرطة أو وزارة الخارجية الإيرانية وليس تلفزيون أو وسائل الإعلام التي لا تمثل أي جهة قانونية بشكل عام وهذا جزء من الدعاية الإيرانية لإرسال هذه الرسالة لأتباع إيران بأن إيران قوية بإمكانها أن تحتجز نائب سفير وهذا أساسا غير وارد وفق البروتوكولات الدولية لا يمكن لأي دولة أن تعتقل بعثة دبلوماسية في أي شكل من الإشكال كاعتقال من هذا النوع ولو سموه تجسس وأساسا السفارات توجد في دول أخرى للتجسس هدف تواجد السفارة جمع الأخبار ونقلها إلى دولة المعنية وبعد تحللها لبطر العلاقات مع الدولة المستضيفة لهذه السفارة فبشكل عام هذه دعاية فارغة إيرانية نهائيا كما ردت بريطانيا على لسان الخارجية وإن كان تم هذا الاعتقاء وهذا أساسا غير وارد إيران لن تقدم على هكذا خطوة خاصة هي بالقرب من توصل إلى اتفاق نووي والآن تصبح أنها تخترق أبسط قواعد دولية وبروتوكولات دولية متفق عليها بين جميع الدول بجميع تواجهاتها في العالم ولو كان خبراتي قال الدبلوماسي حقيقي سيد محمد لماذا لم تعلنه الخارجية والجهات الأمنية والقضائية هل تعتقد أن إيران تستفيد إعلاميا من ترويج مثل هذه الأخبار نعم طبعا إيران تستفيد إعلاميا إيران تعزز معنويات جماعتها خاصة في العراق ولبنان وسوريا وتقول لهم نحن أقويا نحن نقارع الاستكبار العالمي كما تصفها إيران وبعدها تجلس معهم في الدوحة وتتفق معهم يعني الموضوع له علاقة بالمعنويات وجماعة إيران يصدقون هذه عذرا أن نستخدم هذه المفردة لأنه توصيف عيني لما تروج له إيران هذه الخزعبلات من خلال الترويج الإعلامي يعني المفروض أنه حدث من هذا النوع إن كان صحيحا وإن كان جيران تجفع على جهو يتم تبنيه من قلال سلطة رسمية وليس من جهب الجهات الإعلامية لا لها علاقة بالموضوع أصلا نعم هناك من يرى أن مثل هذه الأخبار تعكس أزمة الثقة بين الغرب وإيران كيف تقرأ المشهد سيد محمد طبعا هناك ليس فقط أزمة ثقة بل هناك صراح حتى داخل الغرب في التوصل إلى توافق مع إيران أوروبا وتحديدا هنا نتحدث عن فرنسا وألمانيا تريدان التوافق مع إيران لأنهما بحاجة إلى الغاز والنفط بعد حرب أوكرانيا وتطويق الطاقة الذي فاربته وكما صرح مستشار ألمانيا بأن روسيا تشن حرب الطاقة على أوروبا وستفجر الوضع داخل ألمانيا هذا ما قاله بالحرف المستشار الألماني أولاف شولتس الآن ألمانيا وفرنسا بحاجة إلى الطاقة فهي تريد التوافق لكن بالمقابل رغم أن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران لكنها لا تريد التوصل للتوافق مع إيران في هذه الظروف الحالية لسبب بسيط اقتصادي وهو إن تم منع التوافق مع إيران أوروبا ستصبح مرغمة على شراء الغاز الأمريكي المسال الغالي غالي الثمن غالي الكلسا فهذا جزء من صراع اقتصادي كبير ما بين القوى العظمى الآن إيران تضع تحت هذا الضغط أوروبا تريد التوافق أي ألمانيا وفرنسا الولايات المتحدة لا تريد التوافق مع إيران رغم أنها تفاوض إيران رغم أن إيران أعطت التنازلات في الدوحة التنازلات المطلوبة منها لكن الولايات المتحدة الآن تعرقل وتقول أن إيران لم تعطي التنازلات الإيرانيون تنازلوا في الدوحة تنازلوا لكثير من الأشياء يعني تغيير قائد استخبارات الحرص الثوري هو مطلب أمريكي وألان إيران تنفذه لكن الولايات المتحدة لا تريد التوافق لتباب اقتصادي حتى أوروبا تشتري الغاز من الولايات المتحدة وليس من إيران سيد محمد إلى أي مدى ترى أن للتوقيت دلالة وهذه الدلالة لها علاقة مباشرة في موضوع تعثر مفاوضات الملف النووي طبعا إيران منزعجة أبناء غبارة عليه وإيران ما تحاول خسارتها الدبلوماسية وخسارتها في المفاوضات تجبرها من خلال هذه الدعاية حتى تقول وتبعث رسالة إلى الداخل وإلى الخارج بأنها مسيطرة إن لم تكن مسيطرة كيف تبادر على هكذا خطوات وتعتق المواطنين إن لم يكن نائب السفير البريطاني مواطنين وغربيين منهم اليوم إيران ارتقلت مواطن بولندي وقبل أيام مواطن بلجيكي حتى تقول لأتباعها في الداخل والخارج بأنها مسيطرة على الوضع لكن الوضع الاقتصادي في إيران لا يوحي إلى ذلك والعكس الآن صرف الدولار في إيران يصل إلى مستويات قياسية 330 ألف ريال إيراني مقابل كل دولار سيد محمد على ذكر المفاوضات النواوية التي تحدثت عنها خصوصا بعد فشل المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة في الدوحة السؤال هنا إلى أي مدى تتوقع بأن تتحول أو تتغير سياسة أمريكا تجاه إيران سياسة أمريكا إذا أخذناها من ذاوية الخارجية الأمريكية فهو فريق بايدن الآن يتحكم من الخارجية الأمريكية يريد إحياء اتفاق أوباما اتفاق 2015 في إيران لكن باقي مؤسسات الدولة الأمريكية وحتى داخل إدارة بايدن هناك توجهات أخرى الكونغرس يعارض الجيش الأمريكي يعارض مثلا قائد القيادة المركزية سينت كام للجيش الأمريكي قال نحن هذه المرة سنبرو بإيران سنوجه ضربات المصالح الإيرانية لا أحد تحدث عن حرب طبعا فالموضوع بالنسبة للولايات المتحدة بشكل عام الآن في الظروف الحالية الظروف لا تسير باتجاه التوصل إلى اتفاق إلا في حالة واحدة أنه يتم إعطاء الولايات المتحدة حصة التي تطلبها من السوق الأوروبية بالنسبة للغاز بالنسبة للطاقة حتى أمريكا تصدر المزيد من الطاقة إلى أوروبا وليس أن تكون السوق الأوروبي حصة إيران من لندن كنت معنا عبر الهاتف المتخصص بالشأن الإيراني محمد المدحجي شكرا جزيلا لك